ردود فعلاً روسية وصينية إذا التوتر الأمريكي الإيراني تستحق التأمل مطولاً لنحية كيف يمكن أن تغير في معادلة الأزمة في المنطقة الكريملين يحذر من تصاعد التوتر بعد الإعلان الأمريكي عن إرسال ألف جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس من جهته أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف أن الخطط الأمريكية لزيادة تواجد قواتها في الشرق الأوسط هدفه التسبب بنزاع مسلح الروس يعتقدون أن من حق إيران أن تتعامل مع الاتفاق النووي بما يحمي مصالحها وهو موقف يشبه الموقف الصيني إزاء الأزمة بين طهران وواشنطن وزير الخارجية الصيني وان جي حذر العالم من فتح أبواب الجحيم في الشرق الأوسط وندد بالضغوط الأمريكية على إيران داعيا إياها لعدم الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وان قال إن واشنطن تبالغ في الضغط على إيران لافتا إلى أن الصين قلق جدا إزاء الوضع في الخليج ودعا كل الأطراف إلى تهديئة التوتر وتجنب الاشتباك الصين قلق للغاية نحن ندعو جميع الأطراف للضغط من أجل تخفيف حدة القضية النووية الإيرانية والوضع في منطقة الخليج بدلا من تركها في حلقة مفرغة أو حتى في اتجاه الصدام بحسب الوزير تدعو الصين كل الأطراف إلى مواصلة الاحتكام للعقل والتحلي بضب النفس وعدم الإقدام على أي تصرفات تصعيدية تسير توترات إقليمية ولكن هل سينجح ذلك؟